خطوات جدة ومهمة جدا بتحصل في الفترة الأخيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في مشروعات الاقتصاد الأخضر باعتبارها طبعا ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وده من خلال استراتيجيات مارينة بتوفر بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى طبعا دعم دور القطع الخاص حقيقة دور اللي بتقوم بيه الدولة في تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتزليل العديد من المعاقات والعقبات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية كل ده ساعد أكيد في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على الصعادين خلينا نقولي الأفريقي والعربي كمان تحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور نورنا سمير صابري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أهلا بك يا دكتور نورنا مرة تانية أهلا وسهلا صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين يعني النهاردة إحنا مصر أصبحت وجهة موصوق فيها للمستثمرين الأجانب إزاي التقارير الأجنبية والإشهادات اللي بتحصل عليها مصر من وقت للتاني أفادت هذه الاستثمارات وجود هذه الاستثمارات طبعا الإصلاحات الاقتصادية اللي حصلت في مصر منذ 2015-2016 كانت مخلية الاقتصاد المصري اقتصاد مرن كان عنده الاستعداد لتلقي أي مشاكل أو صدمات وده بالفعل حصل نتيجة كل المشكلات اللي حصلت عالميا في الجائحة ثم الأزمة في روسيا وأوكرانيا ده خل مصر اقتصاديا قادرة على جذب الاستثمار إحنا الأول ما زلنا إفريقيا بنحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وكمان التاني عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة السنة دي لسه طالع تقرير مبارح من منظمة الوحدة الاقتصادية احنا تلقينا 11.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة وده أعلى رقم في تاريخ مصر فاللي تعامل من الدولة المصرية بنأتي وبنحصد صنواره حاليا عظيم دكتور ايه أبرز مخرجات الحوار الوطني حتى الآن في ملف الاستثمار الجميع انتظر مخرجات الحوار الوطني لتحقيق انفراجة استثمارية طبعا احنا في الحوار الوطني لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي عقدت أربع جلسات وكان فيه جلسة مشتركة مع لجنة الصناع ودي كانت أول جلسة مشتركة بين لجنتين أهم المعطيات اللي خرجنا بيها من الخبراء والأحزاب السياسية وكمان المشاركين ممثلين للدولة سواء كان هاية الاستثمار وهاية تنمية الصناعية لقينا ان رقم واحد احنا ما زلنا بندور وبنتحدث دائما عن الجهاز الإداري والبروكراتي ما زلنا محتاجين حل ناجز وعاجل لهذه المشكلة رقم اتنين ان احنا محتاجين خريطة استثمارية حقيقية لمصر فيها كل الفرص واضحة وتكون الخريطة دي أبديتد مش عايزة أقول يومي ولكن حتى أسبوعي فيقدر المستثمر هو في بلده بيدخل على البلاتفورم ده يعرف ايه الفرص ايه الروماتيريال اللي عندي ايه الخامات المتوفرة ايه المزايا ايه القوانين المفعلة لتحفيز الاستثمار طلعنا برضو ببعض التوصيات ان احنا محتاجين نشتغل على قانون الاستثمار رقم اتنين وسبعين لسنة 2017 محتاجين نبص على القانون ده القانون محترم جدا في حوافز ضخمة جدا للمستثمر ولكن ما زالت هناك قوانين اخرى وفاعلة وشغالة بتتعرض مع بعض هذه القرارات والقوانين المجلس الاعلى الاستثمار برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر اتنين وعشرين قرار كانوا بيحلوا بعض هذه التشابكات مجلس الوزراء من ايام قليلة صدق على خمس قرارات وزرية واحال بعض التشريعات للبرلمان لبرضو تفعيل وتنفيذ قانون الاستثمار على الارض فنقدر نقول ان لجنة الاستثمار الخاص احنا حطنا قدينا على بعض المشكلات حللنا الواقع وعندنا لسه قرش عمل شغالة مع الخبراء مع رجال الاعمال جامعات المستثمرين عشان نطلع بخطة متكاملة احنا مش عايزين نقول كلام في المطلق او كلام عام ده تكليف من سيادة الرئيس للحوار الوطني ان احنا نطلع بتوصيات وهو سيادته قالها صدق عليها فورا فلازم نطلع حاجة برضو محترمة وفيها كل التفاصيل وخطوات التنفيذ طب يعني حابين حاياك تكلمنا عن يمكن التدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر يعني احنا النهاردة بنتكلم في حوالي مش عايزة اقول قد ايه بالارقام لكن ده ايه زدنا ممكن خلينا نقول حضرتك احنا كنا في مدار السنوات الماضية كنا بنشتغل في حدود 6-7 مليار دولار استثمار اجنبيه مباشر وده بنسميه صاف التدفقات الاجنبية المباشرة لمصر زدنا لتمانية ثم تسعة مليار دولار اخر سنة عشرة وستة من عشرة مليار دولار احنا طبعا بنستهدف مصر دولة كبيرة عندنا اقتصاد ضخم جدا فبنستهدف نوصل لارقام ضعف الرقم ده الفجوة دولارية اللي موجودة عندنا والمشكلة اللي بنعاني منها في الاقتصاد حلها السريع هو الاستثمار والاستثمار الاجنبي المباشر يالي ده ايه القطاعات اللي انا باستهدفها للمستثمرين الاجنبي مازال قطاع البترول والاستكشاف والغاز بيستحوز على نسبة كبيرة جدا ياليه قطاع الصناعة والصناعات التحولية ثم ياليه قطاع السياحة وقطاع التشهد والبناء يبقى اذا لو انا بحلل ببساطة جدا عندي بعض القطاعات في مصر مازالت غير مستهدفة للمستثمر الاجنبي زي قطاع الزراعة يبقى انا عايز اشوف ليه أنا عندي الدولة عملت شغل محترم جدا في مشروع الريف المصري مشروع مستقبل مصر محور الضبعة الأراضي دي أقدر النهاردة أترحها على بعض المستثمرين الأجانب اللي عندهم خبرة ونهو في أن هم يعملوا لي زراعات حديثة ومتطورة جدا يبقى هنا محتاج هيئة العامة الاستثمار تشتغل على الترويج لده عندي المنطقة الاقتصادية للقناة السوليس طيب وأنا بنتكلم بس على الترويج للمناطق الزراعية هل مثلا سبب عزوف رجال الأعمال أو المستثمر الأجانب اللي يدخل في هذا المجال أنه العائد منه مش سريع مثلا؟ طبعا هو دايما قطاع الزراعة بيكون احنا لازم نحط إذن على المشكلة بالزبط بالزبط هو المستثمر في أي دولة في العالم سواء كان محلي أو أجنبي بيدور على العائد السريع والمخاطرة الأقل وده حقه بيدور على الربح وبيقل المخاطرته وبرضه ده حقه هنا دور الدول لما بتكون زي ما الدول عندنا بتشتغل عايزة تساعد أنها تدي قطاع ميزة تنفسية وميزة نسبية هي بالطبيعة مش موجودة فيه قطاع الزراع مش موجود فيه النسبة دي نسبة الربح العالي أو المخاطرة القليلة ولكن لما الدولة تستصلح الأرض وتيجي توفرها للمستثمر بنظام حق انتفاع أو إيجار يبقى أنا هنا حلت جزء كبير من المشكلة مشكلة الزراع هي تكلفة الأرض دي تكلفة الاستصلاح بتكون ضخمة جدا ومرة في مؤتمر الرئيس قال الدولة مكلفة الفدان أكتر من 250 ألف جنيه فالمستثمر الأجنبي بالذات مش هقول المحلي لما يفكر يحط الرقم ده هيعود عليه بعد قد إيه ممكن يقعد سنوات عشان يقدر يرجع عليه هي دي المعضلة فعلا فهنا الدولة عندها حلول تقدر تطرح الأراضي دي بحق انتفاع تقدر تطرحها بإيجار ويكون منخفض والله لو وصلنا المرحلة ان احنا كدولة نشيل جزء من التكلفة خالص عن المستثمر علشان فيه أزمة في العالم في الغذاء فيه أزمة في الحبوب أنا النهاردة محتاج القطاع الخاص يدخل بسرعة في هذا المجال حركة كلمت عن قطاعات مختلفة يمكن بنجذب ليها الاستثمارات قطاع السياحة مثلا احنا بنعمل زي أو حملات إعلانية كثيرة جدا في جميع أنحاء العالم أنه يا جماعة تعالى وزوروا مصر وبنوري الناس يعني الأماكن السياحية اللي عندنا طيب أنا النهاردة لو عايزة أجذب المستثمر في قطاع الزراعة إزاي قدر أجذبه هل أنا النهاردة فيه مثلا رجال أعمال بيسفروا برا يبدو يعرضوا تعاون ممكن مشترك ما بينهم وبين رجال أعمال تانية أكيد عندهم معارف كتير هل الدولة بتقوم بطرح ممكن خطط دعائية يمكن لهؤلاء رجال الأعمال إزاي بنقدر نوصل برا لرجل الأعمال الأجنبي عشان نقول له يلا تعالى احنا عندنا أراضي جديدة استثمرنا فيها وأنشأنا فيها وزرعنا فيها تعال انت كمان ابتدي استثمر فيها هو أول حاجة علشان أخاطب المستثمر الأجنبي لازم أحل مشكلات المستثمر المحلي أو المستثمر المصري بمجرد ما كان كل المستثمرين في هذا القطاع مشاكلهم بتخلص بسرعة عندي الحوافز اللي موجودة في القانون تم تفعيلها الإشارة دي بتروح بالطبيعة وبالفطرة للمستثمر الأجنبي ده رقم واحد رقم اتنين أنا برضو فعلا عندي مشكلة ما زالت في الترويج لو قلنا بنتكلم في قطاع السياحة قطاع السياحة فيه هيئة كاملة للترويج السياحي فيه هيئة تنشيط السياحة الزراعة يمكن هي من القطاعات في مصر اللي ما عندناش هيئة مختصة للترويج لها فأنا بقول هنا ده الدور على هيئة الاستثمار قطاع الترويج في هيئة الاستثمار المفروض يشتغل على ده أنا مستثمرين كتير برة لما نكلمهم عن مصر في قطاع الزراعة تحديدا عندهم هاجز بيسمعوه ويمكن ده دور الإعلام برضو أحياناً إحنا بنده إشارات مش الإعلام مقصودش التليفزيون المصري ولكن حتى السوشيال ميديا بشكل عام آه بشكل عام ممكن حد يتكلم إن فيه عندنا مشكلة في المياه مشكلة نقص مياه في الزراعة وده مش حقيقي الإشارة دي ممكن تسمعيها من مستثمر أجنبي يقول الحقيقة إنت عندك مشكلة في المياه لأ أنا ما عنديش مشكلة في المياه أنا عندي مياه وعندي فائض والزراعات شغالة والدليل إن إحنا زدنا من أربعة ونص مليون طن أمح لعشرة مليون طن أمح لما الدولة قررت تختارك هذا الملف وتشتغل عليه اشتغلت عليه فإذن إحنا محتاجين أولاً الترويج يكون عن طريق حل كل مشكلات المستثمر المحلي ثانياً هيئة الاستثمار وقطاع الترويج يبدأ يتكلم مع سفاراتنا في الخارج ومع رجال الأعمال ومع كمان رجال الأعمال الأجانب اللي على أرض مصر بيشتغلوا في قطاعات أخرى يعني هدي حالك مثال صغير أنا كل المدخلات للصناعة جاية من حاجتين غالباً يعني زراعة وقطاع التعدين والسروة المعدنية أنا القطاعين دول محتاج فيهم في مصر شغل كتير جداً يعني أنا محتاج عشان أقوم الصناعة وأكبر الصناعة التحولية في مصر محتاج خامات تعدينية ومحتاج خامات زراعية أعمل عليها صناعات غزائية وصناعات زراعية فده محتاج أتكلم فيه طيب دكتور إحنا دايماً المستثمر بيبقى أو هو جاي أي بلد بتبقى عينه على نقطتين مهمين جداً إزاي يدخل الاستثمار في هذا المجال المجال اللي هو متخص فيه وإزاي يخرج كمان الخروج السريع يعني رجل قرر أنه يونهي استثماراته في هذا البرد كان بيشتغل مثلاً في قطاع معين ومصر حقاية اكتفاء ذاتي من هذا القطاع وهو حس أنه محتاج يغير الوجهة بتاعته الاستثمارية هل إحنا مراعين هذا الأمر أو بنتكلم فيه؟ طبعاً قانون الاستثمار برضو 72 سنة 17 فيه فقرة كاملة عن تخارج الشركات بيضمن كل حقوق المستثمر الأجنبي في حالة التخارج من المشروع رقم اتنين بيدي له كافة الحماية والضمانة أنه يحول كل أمواله اللي استثمرها إلى الخارج وبالعملة الصعبة أنا ما عندناش مشكلة في دي وما سمعناش قبل كده يعني أنا بشتغل في شركات كبيرة جداً بنتعامل مع مستثمرين كتير وفي الحوار الوطني قابلنا بقى ناس كتير جداً محدش اشتكى من التخارج يعني إحنا من الدول اللي ما عندناش قزمة في ده إحنا إيه ممكن قزمتنا طب اشتكوا من إيه؟ اشتكوا من حاجتين البيروقراطية فقد الفرصة يعني يقولك أنا بنشن على فرصة في مصر على ما أجي وأخذ الرخص وأخذ الأرض وأشوف جهة الولاية وأشوف التشريعات بتاعتكم وتعامل ممكن الفرصة دي يبدأ ينفسني فيها حد يمكن في دولة جنبنا ممكن ينفسني فيها حد مستثمر يشوف الفكرة ويبدأ هو ينفذها أسرع مني ده واحد اتنين اشتكوا من حاليا ودي أزمة مؤقتة يمكن تتحل إن شاء الله قريبا توفير العملة في البنوك إن أنا ما بيجي استورد خمات أو استورد معدات فدي بالنسبة للمستثمر المحلي أكتر الأجنبي ما عندهش أزمة لأنه هو جاي بدولاره من بر فهي دي الشك واللي كنا بنسمحها دايما المستثمر المحلي عنده أزمة كبيرة يمكن البيروقراطية مش مع المحلي قوي هو تعود على الجودة عارف يشتغل فيه الأجنبي طبعا بالنسبة لك تبقى صعبة شوي طب بالأضافة لتشابك القوانين والجهات زي ما حدك ذكرت والهيئات هو ده هو ده اللي بيؤدي البروقراطية هو تشابك الجهات وجهات الولاية والقوانين المتشعبة احنا عندنا يعني شبكة من القوانين دولة المصرية برضو دولة كبيرة ودولة قديمة يعني حتى أنا بزعل لما لاقي ناس بتقارنها ببعض الدول المجاورة أو كده في دول أصغر قوانينها حديثة قوي احنا عندنا القانون تعديلات وحركة ممكن تلاقي من الأربعينات وبيحصل على تعديل عندنا قوانين كتير من الخمسينات فيه فقرات في بعض القوانين ما بقاش لها محلم الإعراب مش موجودة على الأرض تلاقي فيها مسميات لجهات الهيئة التصنيع ما بقاش فيه هيئة اسمها هيئة التصنيع دي كانت موجودة في الستينات واللي يكن فالله أنا عايزه لحركة محتاجين في ده شغل أنا دايما أقول الدكتور رحمد زويل لما قال احنا في عصر العلم احنا فعلا في عصر العلم احنا محتاجين إما نشتغل في ملف يبقى بجنب الجهاز التنفيذي للدولة فيه جهاز بيشتغل على الرسيرش وعلى البحث وعلى التدقيق برضو محتاجين عشان أجزب مستثمر العمالة المصرية كنا دائما وأبدا نقول عندنا عمالة ماهرة وتكلفتها يا رخيص ميزة تنفسية طبعا تمام أنا بقول من وقع العمل على الأرض لا احنا الميزة دي بتقل لازم اشتغل عليها ليه؟ لأن التدريب والتأهيل بتاع العامل النهاردة اللي حرارك بتشوفه في المصنع مش هو نفس كفاءة العامل من عشر سنواته من عشرين سنة لأن فيه حصل ضرب في التعليم الفني فمحتاجين تطوير بسرعة محتاجين تدريب تحويلي إن أنا أخد الشباب اللي متخرج ودربوا على مهن محتاج صناعة زي صناعة التعهيد إن أنا أقدم الخدمات دي مهمة جدا صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات مصر فيها قوة بشرية ممكن أحولها إلى فرصة كبيرة أنا النهاردة الهد مثلا بتشتغل بمئة وخمسين مليون دولار صادرات في البرمجيات مصر أقدر أكون عندي رقم شبه ده لأن المصري قادر إن يشتغل على ده فعندي كم ملف فعلا إحنا في الحر وطني كل اللي بحكي الحاجة ده اتناقش بتفاصيل بخطط يمكن هنا لوقت البرنامج أنا بقول حاجة العناوين فقط صناعة التعهيد صناعة مهمة صناعة تدور المخلفات كفاءة الاستهلاك بتاع الطاقة في بعض الصناعات محتاجين نشتغل عليها عندي في مصر قاعدة كبيرة فيبقى في حد من قطاع الصناعة موجود معاكم في الحوار الوطني وتو بتتكلموا في الاستثمار بتتكلموا طبعا حد من المركز القومي للتصالات موجود حد من كل الجهات ممثلة من نظر التعليم العالي موجود والبحث العالمي بصراحة الدولة مشكورة وإحنا بنحقيهم من هنا دولة رئيس الوزراء تحديدا كان أي حد بيطلب من المسؤولين الحكوميين يكون موجود في جلسات الحوار الوطني كان بيشارك في السياحة حد من السياحة حيجي نائب وزير في الاستثمار جاي للصناعة وجالنا من التمثيل التجاري وجال نهاية الاستثمار رئيس الهيئة بنفسه كان بيبقى موجود دائما في كل جلساتنا فتمثيل الدولة كان موجود ومشارك وكلنا بنشتغل لصالح الوطني يعني هو كله الحوار الوطني دايما بنقول ليس بديل عن مؤسسات الدولة أي حد عنده لوم أنت مفتوح الباب لكل الناس تشارك الويب سايد بتاع الحوار الوطني مفتوح لكل الناس تشارك اللي أنا عايز أكده لحضرتك إحنا الحمد لله يمكن الناس اللي هتسمعنا ممكن يقول ده إحنا فيه غلاء ده إحنا المشاكل الاقتصادية ده إحنا بالعكس هي مرحلة علشان نقدر ننطلق ونوصل للي إحنا بنرجوه لدولة زي دي مصر بحجم مصر ده حصل بنية تحتها محترمة موانئ حركة في التجارة الدولية علاقات دولية محترمة جدا اتفاقيات مفعالة النهاردة الاقتصاد الأخضر وحركة بدأت به إحنا هنمكن نبقى دولة رقم واحد في العالم في الهيدروجين الأخضر الأمونيا الخضراء منطل الاقتصادية في قناة السويس عين العالم كله متجن إليها كل اللي بقول حضرتك إحنا الفاين تيونين إن إحنا نبدأ نبص على التفاصيل الصغيرة ويعني التفاصيل دي أحيانا بتكون مشكلة برضو الأهم من ده إن إحنا القيادة السياسية طول ما هي بديها الدفع المشروع بتلاقي حراك فيه إنجاز فيه هنا ييجي دور المحافظين أنا دايما نقول القيادة السياسية إحنا بنرمي كل الحمل على رئيس الدولة رئيس الدولة هو بيشتغل وبيدي التوجيه وبيتابع بنفسه ولكن مصر كبيرة جيب ده 110 مليون مساحة ضخمة فمحتاج هنا المحليات تشتغل المحافظين على نفس القدر لما يبقى محافظ عنده مشروع استثماري في محافظته عنده أرض زراعية مطروحة المستثم لازم يتباحها تباحها بشكل يومي وقعرف فكرة دولة رايح فين فمفروض يمشي بنفس بالزبط هو شايف الدولة النهاردة بتحفز المستثمار يبقى عنده الفكرة ده ما يكونش على الأقل أداة لتعطيل المشروع طيب بالنسبة يا فندم التوصيات بقى اللي خرجتوا بيها من لجنة الاستثمار احنا التوصيات أول حاجة اتكلمنا في أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لازم تفعيله القانون 152 لازم يفعل على الأرض اللي هو بتاع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ده قطع كبير لازم ياخد اهتمام خريطة استثمارية للصناعة والسياحة والزراعة في مصر يكون كل جهات الدولة مشاركة فيها كل يحط عليها الداتا يبقى فيها update في جهة معينة بالتراحة لنها تبقى على طول متوفر عليها المعلومة طلبنا يتعامل application كبير وplatform الدولة اللي تعمله ممثلة في وزارة التجارة والصناعة يتحط عليه كل المصنعين المصريين وكل البروفايدر اللي بيقدموا الخدمات والكلاينت والكاستمر يبقى وكأنه هو اللي بيربط كل الستيكولدر بتوع الصناعة في مصر لأن ممكن مصنع في نفس المنطقة الصناعية بيجيب خامة أو مادة وسيطة بينتجها مصنع جنبه هو بيشتريها من مكان تاني عندناش المعلومة الكافية برضو من ضمن التوصيات قلنا التصريع وتعجيل الحوكمة والdigitalization نحن نتحول ليه الرقمنا يعني وإن يبقى كل الخدمات ما فيهاش الوسيط البشر كتير برضو فيه أحد التوصيات من بعض الأحزاب السياسية طلبت أن يبقى فيه قناة هنا الإعلام بقى دوره فيه قناة بتتكلم عن الاستثمار والصناعة ويبقى الناس اللي بتشتغل فيها كلهم متخصصين في الإعلام الاستثماري وواخدين دورات وفاهمين الأرقام ما يبقاش إعلامنا مجرد أنه من على الوش لا يدخل في تفاصيل نتكلم عن الصناعات تحديدا عن الاستثمار والقناة دي تبقى بتبس المصر وبرى مصر من ضمن التوصيات تفعيل الملحق التجاري المصري لازم نشوف الناس ونحط لها كي بايز ونحط لها أرقام تشتغل بيها من ضمن التوصيات اللي عايزين نشوف كل محافظة يبقى عندها الميزة التنفسية الخامات بتاعتها ويطلع بيها زي مانوال كده المحافظة اللي بيتولى المحافظة دي مسؤول يتابع الملف ده عظيم دكتور سمير حنا يكون لنا لقاءة تانية بكل تأكيد طبعا لمتابعة الجديد ومخرجات لجنة الاستثمار في الحوار الوطني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا شكرا جزيلا